الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام الشوكاني رحمه الله باب زكاة النبات النبات هو الخارج من العرض أو الصاعد من العرض وما كان أصله من التراب المفردات قال الله والله أنبتكم من الأرض نباتا أنبتكم من الأرض نباتا فلولا الأرض ما عشتم فالله جل وعلا ينزل المطر من السماء وينبت الزرع من الأرض وفي ذلك إنباتكم وحياتكم وهم يقولون الموجودات تنقسم إلى جماد ونبات وحيوان جماد ونبات وحيوان قال النبت والنبات ما يخرج من الأرض من الناميات ينمو سواء كان له ساق كالشجر أو لم يكن له ساق كالنجم قال ما يخرج من الأرض من الناميات ومنهم من فسر قول الله جل وعلا والنجم والشجر يسجدان قال الشجر ما له ساق والنجم ما ليس له ساق عان الله ما أدري لكن جمع من أهل العلم يقول النجم الذي ليس له ساق يعني الآن حبحب ربما تجد بعض الحبحب يصل إلى عشرين كيلو حان الله بل ربما إلى أكثر يعني إلى أكثر من ذلك فهذه يقال لها نجم قالوا لها نجم مقابل الشجر مقابل الشجر قال رحمه الله لكن اختص في التعارف بما لا ساق له بل قد اختص عند العامة بما يأكله الحيوان وعلى هذا قوله لنخرج به حبا ونباتا ومن اعتبر الحقائق فإنه يستعمل أو فإنه يستعمل في كلنا من نباتا كان أو حيوانا أو إنسانا والإنبات يستعمل في كل ذلك قال الله فأنبتنا فيها حبا وذكر والله أنبتكم من العرض نباتا والله أنبتكم من العرض نباتا في تفسير ابن كثير قال رحمه الله والنجم في تفسير قول الله والنجم والشجر يسجدان قال ابن جرير اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم بعد إجماعهم على أن على أن الشجر ما قام على ساق فرويا أو فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال النجم من بسط على وجه الأرض يعني من نبات وكذا قال سعيد بن جبير والسد وسفيان الثوري وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وقال مجاهد النجم الذي في السماء يسجد لله وكذا قال الحسن وقتاده وهذا القول هو الأظهر والله أعلم طيب عندنا علي بن أبي طلحة يروي عن ابن عباس أنه قال النجم من بسط على الأرض يعني من النبات وقاله سعيد بن جبير والسدي والثوري واختار هذا الإمام ابن جرير والآية ممكن أن تحمل على المعنيين ابن كثير يرجح أنه النجم الذي في السماء استدل بآية الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب قال هنا والنجوم فهي تسجد لله تبارك وتعالى قال رحمه الله تعالى يجب العشر العشر والعشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب هذه كم هذه خمسة أصناف طيب سؤال وليس له اتصال ببلده ربما لا يعرف الشعير صحيح الله لا لا ما يعرف الشعير نعم لو قال أبوه اذهب واعطني كيلو شعير لا يعرف ما هو الشعير صحيح الله لا لا ولهذا العرب كانت تحرص على إرسال أولادها إلى البوادي من أجل أن يعرفوا وأن يتعلموا اللغة وهذه مشكلة أحيانا بعض الأشياء لا نعرفها لا نعرفها مع أنه ينبني عليها أحكام الآن لو سألت سائلا ما هي الورق قال رحمه الله وجوب الزكاة من هذه الأجناس لشمول الأدلة الصحيحة لها وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس يعلمان الناس أمر دينهم فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني ماذا قال حلاق ناقلا هو ينقل عن الشيخ الألباني الشيخ الألباني الصحيح نعم الشيخ الألباني يصححه نعم في إرواء الغليل في إرواء الغليل إرواء الغليل وهذا الكتاب للعلامة الألباني رحمه الله قال البيهقي قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل حسن ما اسمه البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الطبراني صحيح سليمان بن أحمد بن أيوب وأحيانا ينسب إلى جده قال وأخرج الطبراني عن عمر قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها وأخرج بن ماجة والدار قطني من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بلف إنما سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد بن ماجة والذرة وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك إذن استدل بها الشوكان ويرى أن الذرة فيها زكاة بالنسبة للحنطة والشعير والتمر والزبيب بلا خلاف بدون خلاف طيب الذرة كلام الصنعان في السبول زيادة الذرة لم تذكر لم تذكر يعني أو لم تصح إنما من طريق العرزمي الغالب على اليمن أنها تزرع ماذا؟ الذرة صح؟ الذرة بأشكاله وأصنافه وهي القوت يعني الأهم في حياة اليمن صح؟ فهو يعيش عليها اليمن يعيش عليها سبحان الله فهي الغالب على زراعة اليمنيين أما الآن عظم الله أجرهم فصاروا يزرعون القات والله لو انقطع الوارد ماذا سيعمل بالقات؟ يصطبح قاتا ويتغدى قاتا ويتعشا قاتا أسف أسف كان العلامة الوادع رحمه الله يتأسف كثيرا أن تقلع أراضي الرمان والعنب والذرة وهذه البقوليات ويزرع القات نعم القات سيوصل الناس إلى أن يكونوا مجانين وهذا حالهم طيب هنا طيب هنا قال ورؤ عن أحمد ولا يجب عندهم في الذرة ونحوها أما حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر الأربعة وفيه زيادة الذرة رواه الدار قطر من دون ذكر الذرة وابن ماجة بذكرها وساقا ثم قال رحمه الله واحترز بالاختيار عما يقتات في المجاعات فإنها لا تجب فيه فمن كان رأيه العمل بالقياس لزمه هذا إن قام الدليل على أن العلة الاقتباس ومن لا يراه دليلا لم يقل به وذهبت الهادوية إلى أنها تجب في كل ما أخرجت الأرض لعموم الأدلة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض مما أخرجنا لكم من الأرض أي من النبات وهكذا الدخن وهو من فصيلة الذرة الصحة الدخن هو من فصيلته والإنسان يحتاط لنفسه يحتاط لنفسه فيخرج الزكاة هذا أحوط وخاصة في مسائل الخلاف أما بالنسبة للحنطة والشعير والتمر والزبيب فبالإجماع هذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى قال وأخرج البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة فذكرها الشيخ الألباني قال لا يصح لأنه مرسل لا يصح وذكر منها الذرة قال وأخرج أيضا من طريق الحسن قال لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة فذكر الخمسة المذكورة الإبل والبقرة والغنم والذهب والفضة أضف إلى ذلك الشعير والبر والتمر والزبيب والعاشر الذرة العاشر الذرة لكن هذا مرسل من طريق الحسن والحسن ليس بصحابي قال وأخرج أيضا عن الشعب أنه قال كتبا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال البيهق هذه المراسيل طرقها مختلفا وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر وعلي وعائشة ليس في الخضروات زكاة ليس في الخضروات زكاة الشيخ الألباني رحمه الله يضعف لفظة الذرة إذن لم يصح عن النبي فيها والأصل في الأموال المحترم ألا أنها محترمة ولا تأخذ من أهلها إلا بإذن من الشارع أو بطيبة أنفس أصحابها إذن بالنسبة للأربعة الأشياء بالإجماع وبالنسبة للذرة فالخلاف قائم الخلاف قائم والإنسان يحتاط لنفسه ذكرت لكم عن العلامة المقبل رحمه الله أنه ذكر أن الأشجار التي إلى الطريق ثمرتها أكثر من الأشجار التي إلى غير الطريق ما هو السبب؟ أحياناً ترى الغصم يقوى ويخرج إلى الطريق وكأنه يقول للناس كلوا وإلى جهة المزرعة ترى ضعيفاً ومن عاش في القرى يلحظ هذا الذي على ممرات الناس يكون قوياً الناس يقولون هذا بسبب التراب بسبب مثلاً بعض الأشياء التي سمونها دماً وما أشبى ذلك لا ما هو السبب هذا ما هو السبب الحقيقي في قوتها جبر لأن الناس يأكلون منها وهناك أمثلة الناس يشاهدونها لكن سبحان الله ما ما هناك اعتبار ما هناك اعتبار بل أحياناً ترى بعض الأراضي الثمرة منتهية إلا على ممر الناس سألنا على ممر الناس تراها قائمة ويأكل صاحبها ومن مر فالصدقة لها شان الصدقة لها شان فسبحان الله وأنت انظر مثلاً حتى إلى أشجار البيوت التي ربما لا يستفيد منها صاحبها ولا غير صاحبها فما كان إلى جهة الطريق يكون أقوى ولو لم يكن إلا الورق الذي يتساقط تأكله الأغنام والأبقار وما أشبه ذلك نعم فيها صدقة وفيها خير وفيها أجر وفيها نمى للثمرة صحيح ويربي الصدقات وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى وقد اختلف العلماء ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة فذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في التمر والزبيب وفي كل الحبوب التي تقتات وتدخر ولا زكاة في الخضروات والفواكه وهذا قول الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد قالوا لأن الخضروات والفواكه ما تقتات الناس ما يتدخرونها ولو ادخرت الغالب أنها تفسد والآن مع وجود الثلاجات والحافظات إلا أنها تحتاج إلى مبالغ يعني كثيرة الثاني تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار وهو مذهب أحمد فيدخل في ذلك من الحبوب الحنطة والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك ويدخل في الثمار التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق وغيرها هذه تلحق بالثمار هذا على رأي من؟ على رأي الإمام أحمد رحمه الله فالرز على رأي الإمام أحمد فيه زكاة واللوز فيه زكاة الثالث تجب الزكاة في أربعة أصناف فقط التمر والزبيب والحنطة والشعير وهذا قول أحمد في رواية وهو قول موسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعب والحسن بن صالح نعم ومجموعة الرابع تجب الزكاة في التمر والحنطة والشعير ولم يذكر الزبيب وهو رأي ابن حزم ما هو صحيح يعني أخرج ماذا؟ يعني أخرج الزبيب يعني لا يراها في الزبيب وهذا رأي غير صائب هذا الرأي غير صواب وقصة أصحاب الجنة التي ذكرها رب العالمين غير بعيدة هنا قال وسئل الشيخ مقبل رحمه الله هل في الذرة زكاة مع الدليل؟ فأجاب الذرة ليس فيها زكاة وهكذا الأرز ليس فيه زكاة وهكذا أيضا الرز هو الأرز والرز هكذا هو هو ليس فيه زكاة وهكذا أيضا ذلكم الذي يسميه بعضهم بالحش ما فيها زكاة هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى هذا رأي الشيخ رحمة الله تعالى عليه مر الكلام بأنها الغذاء الرئيسي هذا بالنسبة لقبل الآن بدأت تتلاشى زراعتها يعني بدأت تتلاشى وسبحان الله بركة أحيانا كما قال الله في كل سنبلة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله رأيتها سبحان الله يعني نبتة واحدة وفيها سبع سنابل وربما بعضها أكبر وبعضها أصغر وأيضا ما زالت في النمى كلما طلعت وهكذا فبركة وهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر الآن زكاة الحبوب ما شرط يعني وجوب إخراجها انتبه ما هي شروط أن تبلغ النصاب ونصابها خمسة أوسق الوسق ستون صاعا والصاع الصاع أربعة أمداد والمد ملء كفي الرجل المتوسط طيب إذن ستون صاعا ستون صاعا خمسة في ستة بكم بثلاثمائة صاع صح ثلاثمائة صاع الثلاثمائة الصاع يعني الصاع أربعة أمداد أربعة أمداد تقديرا كم طيب زكاة الفطر كم على رأي الشيخ بن وثيمين أنه قدرها وقد وجد مكيل النبي قدرها بكم اثنين كيلو وأربعين جراما طيب بقي عندنا عندنا ثلاثمائة في كم في في أربعة طيب كم ألكل ألف ومائتين ماذا ألف ومائتين ألف ومائتين مد طيب كم تأتي بالكيلو لا أظن صعب يا أخوان صح صعب أظن حلق ذكر صح صعب يعني الآن عندنا خمسة أوسق الوسق كم ستون صاعا صعب لا لا طيب خمسة في ستاب ثلاثين إذن كم عندنا عندنا ثلاثمائة صاع صعب لا لا ثلاثمائة صاع طيب كم الصاع إذن كيلو وأربعين جراما صحيح طيب اضربها في ثلاثمائة كم الناتج ثلاثمائة وأربعين جراما ستمائة وكم ستمائة آه القسمة تكون يعني إذن كيلو إذن كيلو وأربعين جراما قلنا في كم في ثلاثمائة ثلاثمائة سبعمائة وعشرين كيلو صعب لا لا طيب الكيس البر كم نعم خمسون كيلو صح طيب كم يطلع أربعة عشر إذن على هذه الحسبة بعض الناس ترى يخرج على القدح صح لا هذا هو فقير أنت بحاجة إلى الزكاة هذا المقدر من الحبوب الغالب أنه يكفي للأسرة السنة صح لا لا يعني أربعة عشر يعني كيسا أعني الوسط الصغيرة ربما أقل والكبيرة ربما أكثر لكن ينتبه الصدقة هي غير الزكاة نعم من تصدق فالخلف واصل إليه الخلف واصل إليه إلى هنا بارك الله